بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد سؤال ورد للشيخ علي جمعة في برنامج تلفزيوني على قناة CBC سأله شخص المذيع بيقول له سؤال عن شخص أنه لا يقوم لصلاة الفجر لأنه حين يتأخر في العمل أو يعني يكون عائد من العمل مرهقا أو كذا فقال له أني لا شيء عليه لإني صحابي شكا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنه في هذا الأمر هو يعني أهله أو أهل بيته وقال له إذا استيقظت فصلي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا كفرت عليه ولا شيء عليه الخبر طبعا أخذ بالعنوان الذي ذكرناه علي جمعة عدم الاستيقاظ فجرا لأداء صلاة الصلاة ليس ذنبا طالما كانت طبيعة عمل الشخص تحتم عليه ذلك أو أن جسمه تعود على النوم في هذا التوقيع هذا طبعا كلام الشيخ علي وذكر الدليل الذي ذكره في هذه المسألة حقيقة الفتوى يعني صحيحة في جزء وليست صحيحة في أجزاء أخرى صحيح من حيث أن النوم عذر إذا كان الإنسان فعلا مريض بهذا النوم يعني إنسان مريض جينيا أو مش جينيا أني إنسان عنده النوم الثقيل لدرجة المرض لدرجة أنه لا يحاسب على ما على أنه لا يستطيع الاستيقاظ وهذا ورد أني امرأة على عهد أمر بن الخطاب رضي الله عنه أتب بحمل ويعني أو قاتلت إنسانا فسئلت فيما قتلته قالت إنني امرأة ثقيلة في النوم قلت إيلة في نومها ولم تستيقظ إلا وشخص فوقها يعني يزني بها معناها لم تستيقظ حينما خلعها ثيابها وحينما جاء مع إلا في عند الإنزال فيه في نهاية الأمر يعني فكان بجوارها يبدو موسي أو آل حد فقتلته فوقالت إن الحي يعلم أني ثقيلة النوم يعني في حالات فعلا نوم الإنسان الثقيل لدرجة لا يشعر بشيء إلا يعني يقوم في حالات معينة وأذكر في حياتي في المدينة الجامعية كان لنا زميل فعلا حافظ القرآن ومتدين ومن الورع والتقوى درجة كبيرة لكن كان مريض مرضا بمسألة النوم ولا يستيقظ إلا إذا نزلناه من على السرير ويعني نصح فيه نرش مية بكثافة ويعني كان يوصينا بهذا الأمر هنا السؤال ورد للشيخ علي في إنه واحد وكذا فأجاب إجابة عامة أجاب إجابة بهوأة تحرد أو تشجع على عدم المحافظة على الصلاة والله عز وجل يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون الأصل الحفاظ على الصلاة وفويلوا للمصلين الذين هم معهم صلاتهم ساهون نعم النوم عذر لكن متى يكون عذرا ليس بهذا الإطلاق الذي ذكره الشيخ علي للأسف ثم إن الحديث الذي ذكره حديث يعني في نقاش في سنده ونقاش في متنه هناك من طبعا معظم العلماء صححوا ومنهم من لم يصححوا ولم يكن الصحابي الذي يشكو يعني هنا أيضا الخطأ من الشيخ علي للأصل إن كانت زوجة هذا الصحابي وهو سيدنا صفوان بن المعطل ذهبت امرأته تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يمنعها من الصوم وأنه لا يصلي الفجر إلا إذا أشرقت الشمس فكانت تشكو مسألة التدين عنده ولذلك قال له سيدنا صفوان بن المعطل إن آل وبيت يعني لا نقبل بعد أن ترشق الشمس إنه عاد عندهم فقال إذا استيقظت فصلي له صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث كما ذكرت ولذلك اختلف العلماء في متنه حتى إن الإمام بن القيم يعني حكم عليه بالنكارة وكذلك الإمام المنذري يعني لما نقرأ فيه كتاب تهذيب سنن أبي داود وإضاح علله أو علله ومشكلاته لإبن القيم الجوزية وهو يعني اختصار لسنن أبي داود لتختصرها الإمام المنذري وعلق عليه الإمام ابن القيم في الجزء الثاني منه صفحة 182 و183 ذكر الحديث وقال عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت وإلى يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت إلى آخر لكن ما يهمنا هنا في قضية الصلاة وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصلي تمام قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلام منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صفوان من خيار الصحابة وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل حدثنا أبو صالح فأحتسب أخذه عن غير ثقة وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث ظاهر إسناده حسن وكلامه منكر لما فيه وفعلا حسنه الشيخ الألبان والشيخ شعوب الأرنقوت وعدد بل وصححه وكلامه منكر لما فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير وليس للحديث عندي أصل وأيضا أشار إني أصل هذا الفقر من كلام الإمام المنذري قال ابن القيم رحمه الله يعلق وقال غيره ويدل على أن هذا الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فالذي نفسي بيده ما كشفت عن كان في أنثى قط قالت ثم قلت لبعد ذلك في سبيل الله شهيدة وفي هذا نظر فلعله تزوج بعد ذلك والله أعلم إذن ابن القيم نفسه أيضا يعني يستنكر في المتن أو يرى فيه ما ينكر ليه بنولك كلام دا فلإني واردا تكون هذه حديثة عين النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لشخص معين بشرط معين فيه إنه مريض بهذا الأمر إنسان ليس من عادته ليس من طبعه الإمام الخطاب في معالم السنن على سنن أبي داوود أيضا في الجزء الثاني في صفحة 57 يعلق على الحديث بكلام مهم وقوله فإذا استيقظت فصلي ثم تركوا التعنيف له في ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده يعني أصلا بيقولني إزاي نبسمع النفوش على ذلك فالأصل مش هذا الأمر ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته ويشبه أو يشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبعي واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه واحد مستحيل يقدر يقوم وكان صاحب في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيب في بعض الأوقات دون بعض دائم وذلك إذا لم يكن بحضراته من يوقظه ويبعثه من المنام يعني الموجود منابه موجود نص صحي مش حالته فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال كما ذكرت فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضراته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضر ويشاهده والله أعلم وأيضا يعني ناقش ذلك الإمام للصيوط في الأشباه والنظائر وبين في مثل هذه القضايا قال أنه قال يعني النوى في شرح في المجموع نبع على هذا الأمن يسن أن الإنسان يوقظ للصلاة للصلاة إذا كان نائما أن دائمنا المسلون ناست توقظه وإذا كان قد نام وليس عن تعمد النوم وعدم القيام للصلاة يعني مش واحد الفجر بيأزل مساعة الساعة خمسة فنظبة المنبي على الساعة ستة لا هذا فيه تعمد لإني يتماد فيه النوم زيادة عن الوقت نفسه هذا ما أردت أن أوضحه أن الأمر كما ذكرته الأصل الإنسان يحافظ على صلاته ألا يؤخرها إذا كان النوم لمرض أو لمشاقة بالغة أي قضاه الناس فلم يستيقظ هذه حالة أخرى هذا والله أعلم فإذا كان الخطأ في كلام الشيخ علي أنه عماما بذا الشك لم يضبط في مسألة الناس تشاهدها وتسمعها ولم يبين ضابط واضحة قوية وسشب بحديث في سياق غير السياق وحديث في هذا الكلام لذكرته أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته